اسمع ما يقول الكتاب المقدر رسالة أفسوس لصحاح الأول مكتوب فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا أفسوس لصحاح الأول والآية 21 مكتوب عنه رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم وبيتكلم عنه في أعمال 4-12 ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين ناس به ينبغي أن نخلص وعلى فكرة الكلمة كلمة الله تشير إلى الله العقل الإلهي النطق الإلهي اللوجيك الإلهي المنطق الإلهي والاسم هي أيضا تتكلم عن جلال وعن عظمة الله اليوم اليهود ما بيذكروا كلمة يهوة أو اسم الله دائما بقولوا الاسم أو بين العهدين كان يقولوا ممرأ اللي هي كلمة الله بكلمة الله خلقت العالمين أو بالاسم إلى اليوم حتى اللي عايش في البلاد بقولوا لما بتسمع واحد يهود بقولك احنا بنقول داما إن شاء الله هنا شو بقولوا بعزرات هشيم بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الرب فإذن المسيح عجيب في اسمه وهذا الاسم أحبائي فيه كل المواصفات والخلصائص والصفات والألقاب الإلهية لأن اسم على مسمى وهذا ليس مجرد اسم ولكن يحمل ما وراء هذا الاسم جلال وحضور وقدرة وسيادة وسلطان الله في اسم يسوع يخرجون الشياطين في اسم يسوع يشفون المرضى في اسم يسوع ينال الغفران في اسم يسوع يقبل المعمودية بالماء في اسم يسوع تحقيق لمقاصد الله اقرأ سفر أعمال الرسل شوف أهمية وعمل وطبيعة وقوة هذا الاسم هذا الاسم عجيب هذا الاسم أحبائي يعني محتاج إلى إعلان إن عرفت قال يسوع إن أراد الإبن أن يعلن لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر